هذا موضوعنا اليوم مستوحى من قلب الصالونات يعني مو من قلب الشارع الأردني الصالون أيضاً يبعكس نبض الشارع طبعاً بارح والله أنا قاعدة عند هاني بعمل هالشعرات بلاقي سيدة قاعدة عم تحكي بكل جدية أنا فكرتها بتمزح بالأول عم تتناقش بموضوع هي محامية فعم تحكي عن بعض النساء اللي فقدوا حلمهم بالزواج أو فقدوا حلمهم بالحب والشراكة يعني الأحلام الزاهية اللي احنا بنكون نحلم فيها حول موضوع الزواج واقتنعوا بأنه شريك الحياة مش بالضرورة أنه يكون فارس الأحلام اللي كل صبية بتحلم فيه فصاروا فعلياً يبحثوا عن رجل لا يرتبطوا فيه بغض النظر عن صفاته وعن مدى الانسجام بينهم لمجرد تحقيق غريزة الأمومة عند النساء روحت على البيت قعدت أقرأ لقيت الموضوع مش بس عندنا طلع فيه دراسات وإحصائيات في مختلف الدول العربية للأسف صار فيه فكرة سلبية حول موضوع الزواج ومؤسسة الزواج ولكن الناس عم بتقولك مش مهم الزوج المهم أنه أنا أجيب بيبي وأجيب ابني يسندني بحياتي شوفي رهوفة يعني هداك اليوم سمعت عبارة من أم بتحكيها عن بنتها أكيد هي من دافعة غريزة ومن باب المحبة ولكن المحبة بهذا الشكل يعني نتيجتها غير زي ما بيقولوا غير مضمونة بتقولك أنا رح أقول لبنتي إذا بتتعدى سنة الخمسة وتلاتين وهي لسه مش مرتبطة أنه ترتبط بأي واحد بدق بابها حتى تنجب ولا تعيش وحيدة لأن الارتباط من شخص مناسب بعد هذا العمر أصبح أمرا غير مضمونا هذه النظرية يا ستة العزيزة بعرف أنه أنت يعني ما بدك بنتك تعيش لحالها واللي ما عنده أولاد دائما بتحس فيه إشي نقصة وإلى آخره يعني هذه النظريات الحياتية اللي إحنا ربينا عليها ولكن ما نقال بأنه ارتباط بنتك في رجل غير مناسب ما رح يظلم الضحية القادمة أنا ما بسميه ابن أو ابني أنا بسميها ضحية وما نقال بأنه إحنا خوفا من أنه ساعتنا البيولوجية الدق بنصير بدنا نفكر بأنانية مطلقة إنه أنا بدي أتجوز مين ما كانه أخلف المهم أخلف مية بالمية أو اللي عايش بزواج ركيك أسسه غير صلبة رجاء لا تنجي بالمزيد من الأولاد ظنا منك بأنه الولد رح يبني حياة جديدة هذا الحكي مش مزبوط إذا الأسس ركيكة الأبناء رح يعيشوا حياة غير سوية هم ما رح يخلوا هذه الأسس أكثر صلابة إحنا ما عمنا نحكي بهذا الأسلوب يعني بس أنا بنأهرف وبنحر فعليا لما أشوف أشخاص بفكروا بطريقة والله غير صحية وبعدين بتعرفي شو المشكلة نادية يعني تحديدا القصة اللي حكتيها عن هذه السيدة أو هذه الأم اللي ممكن توجه بنتها نحو هذا الاستقرار الغير مستقر أنا بيسمي يعني هو استقرار وهمي وأبعد ما يكون عن الاستقرار والاستمرارية بحياة زوجية جميلة ولطيفة المشكلة بأنه أنتوا هدول الولاد اللي احنا عملنا عنهم حلقة أبناء الطلاق اليوم كمان الجيل تغير يمكن هاي النظرية كانت تضبط زمان إنه أنا بتجوز وعصورة وكانت أصلا المرأة مختلفة والرجل كان مختلف ودور المرأة بالمجتمع كان مختلف اليوم احنا عم نشوف إنه السيدات ما عندهم صبر وما عندهم تضحية زي زمان ومش مستعدة تعيش حياة هي مش سعيدة فيها عشان هيك نسب الطلاق عم بتزيد فبالتالي هدول الضحايا هم سيصبحوا أبناء الطلاق وإن لم يتم الطلاق راح يكونوا عايشين ببيت شايفين القدوة الأم والأب ما في بينهم تناغوة ولا في بينهم محبة وممكن يصير في بينهم عنف ويصير في بينهم شتائم ويصير في بينهم حياة أبدا مش سوية هدول الولاد راح يطلعوا معقدين يعني احنا مين شو عم منصدر للمستقبل يعني لما منقول بدنا بنات المستقبل وبدنا جيل واعد الموضوع مش بس إنه أعلمهم وأطعميهم وأدرسهم لا في صحة نفسية كيف بدو يطلع هذا إنسان سوي ويتجوز وكمان هو يرجع يجيب ولاد في ناس تتعقد انت مش عم بس عم تظلم ولادك انت عم تظلم الأبناء اللي راح يكونوا شركاء أبنائكم في المستقبل لما الابن تكون نظرته للمنظومة الأسرية مشوهة عندما يعتقد بأن الشتيمة طبيعية ويعتقد بأنه الضرب مش مشكلة ويعتقد بأنه العلاقة السوية بين والده ووالدته اللي هي غائبة أكيد هذا هو الأمر الاعتيادي سينشأ في مجتمع ليبني منظومة أسرية مشوهة أخرى مبنية على أسس ركيكة هو عاشها في أسرته فإحنا مش بس عم نأذي ولادنا إحنا عم نأذي ولاد الناس معنا كمليم معكم بمشوارنا الصباحي صح صح واليوم عم نحكي صراحة عن مشكلة نوعا ما جديدة طرأت على عالم العلاقات العاطفية والإنسانية والاجتماعية بين الناس تعرفوا زمان كان حلم الوقوع في أهل الحب هو حلم كل فتاة وكل رجل أيضا وكل شاب وكان بالنسبة للناس وما يعكس أيضا بالدراما بأنه شاب تعرف على بنت حبها تجوزوا أسسوا عيلة هذا حلم كل فتاة وما تصدقوا أنه في بنت ما بتحلم بهذا الحلم وأيضا كل شاب بيحلم بهذا الحلم هذا زمان هلأ شو صارنا نشوف سواء بالحياة الواقعية أو بالدراما سخرية من مؤسسة الزواج بشكل كبير مشاكل وتحديات انصهار الآخر بمؤسسة للأسف ثمارها ما بتكون دائما مجدية الناس صارت تعرف بأنه الطلاق هو خيار الانفصال هو خيار الابتعاد من حياة ما بتناسب شخص أو طرف من الأطراف برضو أصبح خيار وخيار للأسف سهل فبالتالي صار الموضوع أنه الحياة مش وردية والزواج مش وردي ولكن غريزة الأمومة والأبوة ما زالت حاضرة الكل بدو يكون أم والكل بدو يكون أب لأنهم عارفين بأنه أنا شو بدي عود أعمل لحالي وهو جزء من الأنانية أيضا بس الارتباط لمجرد الإنجاب قرار فاشل الله عليك يا رهوف أنا بتسمحولي بس إذا بدي أوجه رسالة بدي أوجهها إلى الأباء والأمهات اللي هم وأنا بنظري ممكن يكونوا أساس هذه العقد النفسية اللي بتربوا عليها عدد من الأبناء والبنات لأنه الأبناء أيضا الذكور لعنة العنوسة زي تكم تسموها صارت تلاحقهم أنت بدي أشوفها كذا إذا بتلاحظوا اختلاف المفاهيم على مر السنين الأب والأم بيصيروا إذا حسوا أنه البنة فاتها عمر الثلاثين بصيروا يقولوا لها إيمتى بدنا نشوفك عروس كل هالبنات تجوزوا عالثنين وتلاثين إيمتى بدك تفتحي بيت وتعيشي فيه ونتطمن عليكي عالخمسة وتلاثين إيمتى بدنا نشوف لك ولد فهم بيرسخوا فينا فكرة لما يصير عندهم يأس بأنه قطار الزواج فات بقول لك قطار الإنجاب يجب أن يبقى في المحطة فإحنا منكون بيقصة منصير بيقصة تانية أول شي بدهم يفرحوا فينا ويجوزونا طبعا من باب محبة أنا لا ألوم من باب اللوم آه طبعا فاهمة فاهمة ومستوعبة وما بعرف أنا لأدام من أي نوع من الأمهات سأكون ولكن أنا فكرتي اللي أنتو بتقولوه بالنسبة لإلنا مرجعية وأحلامكم إحنا نتمنى تحقيقها بحذافيرها لا تزيدوا علينا الحمل لأن الحمل الثقيل بصير أكثر إجهادا إذا بتخلونا نتخذ قرار خاطئ في بناء حياة مع شخص غير مناسب عشان أجيب ولد وإنت تكون قاعد ببيتك مبسوط ولا جوزتها لا إنت ما جوزتها إنت دمرتها وإنت خليتها عانس وهي في بيت الزوجية فلك القرار الضل عايشة عندك معزز مكرمة لا يجي نصيبها ويجي ابن الحلال لي ستتها ويدير باله عليها وتعيش معه سعيدة ولا تخليها تذهب إلى مصير مجهول مع شخص ما في أي إشي في مناسب غير إنه قادر على الإنجاب طب داعي نحكي معاهم بالمنطق يلا تعرف إيه عن المنطق يا باقات نحكي بالعائل هلا ما بدنا إنه كتير نحكي نظريات مزبوط في مشكلة عنوسة ومزبوط مش دائما بتلاقي حب حياتك وبيكون هذا الشخص قادر على الارتباط ومزبوط في كتير جيزات بنيت بالمنطق وعاشت وعمرت وفي بعض الأوقات كانت أنجح من العلاقات اللي بنيت على الحب ولكن اللي بدك تفهمي بإنه إذا أنت قررت الارتباط من شخص لمجرد فكرة الإنجاب طبعا ما عم منقول إنه هو يعني أوكي فيه معايير معينة بتناسبك ويلا ولا البلاش منتجوز ومنجيبها للطفل ومنأسس أسره ومنعيش زينا زي باقي الناس بدك تعرفي بإنه إنتي اليوم كابنت وأنا بحكي عن السيدات لأنه إحنا منحس في إحنا منكم فمنعرف شو بيصير معنا إنتي عندك خيار إنك تعيشي هاي الحياة بس بدك تقمعي مشاعرك إحتياجاتك العاطفية الأمور اللي بتحسسك إنك أنثى قد لا تكون موجودة في هذه العلاقة لأنه هاي العلاقات اللي بتبنى بالمنطق ما بيكون فيها البلسم اللي بيطري الحياة الزوجية فبالتالي إذا أنت بتقدري إنك تقمعي هاي الاحتياجات وتعيشي هاي الحياة بالعائل وبالمنطق يعني خيار خيار هو شوفوا بالنهاية زي ما قالت رهف خيار أنا قرأت وجهة نظر خبيرة نفسية رهف ما بعرف إذا بتأيديها بتقولك بأنه الزواج أو الارتباط من أجل الإنجاب فقط هو انتحار لأن المرأة بحاجة أن تشعر بأنوثتها قبل أن تشعر بأمومتها وهذا لا يؤمن إلا الشريك الحبيب المناسب مظبوط وجهة نظر صائبة يعني أكيد عليها اختلاف بس أنا بنظرية صائبة هلا أنا بدي أرجع أحكي بس هيك خلاصة الموضوع في غرفة بالعقل أو صندوق مسؤول عن الأمومة من المفترض بأنه صندوق مشرق للأسف الشديد هذه الغرفة أو هذا الصندوق ممكن يكون مظلم عند عدد كبير من الفتيات لما يحسوا بأنه الصداع البيولوجية ما عم ترحمهم صح فبيصير فيه هواجس عديدة هذه الهواجس ممكن البعض يخرج منها بأقل الأضرار والبعض الآخر قد تودي بهم إلى مأساة لا تحمد عقباها إحنا فكرتنا هذه الغرفة يجب أن تبقى دائما مضيئة حتى وإن لم تتحقق صح حتى إذا ما حققت أمومتك نتمنى لا ترمي حالك بالهلاك عشان ما تشوهي الحلم لأنه الأمومة حلم مقدس لا يجوز أن تشوبه شائبة ما توصل إلى مرحلة تقولي مظبوط أنا أم بس وبعدين أي نوع من الأمهات أنت بدك تكوني الأم اللي مش واثقة من نفسها الأم اللي مقموعة عاطفيا الأم اللي ناقصها كتير أشياء ما تصدقينها بتقدر تكون أم سوية مش إحنا كلنا نطمح بأن نكون أمهات متزينات إذا أنت عايشة مع شخص ما بتحبيه شخص بتكرهي لأنه اللي ما بتحبيه مع الوقت ومع التصرفات اللي ما بتتوقعيها رح تصيري تكرهيه أنا بعرف سيدات بتمنوا الموت لأجوازهم معقولته تقولي يا رب أخلص أخلص أي نوع من الأمهات أنت بدك تكوني محبة ومعطاقة وحنونة وسوية مع هدول الولاد ما بتوقع مش لأنك سيئة لأنه هيك الظرف وبناء على اللي بتقوله رحف لما تعد بينك ومن حالك وتتساءلي تقولي شو بدهم أولادي مني أكتر من هيك بدهم ياك تكوني أم سعيدة صح فقط حس إنه كفينا ووفينا يعني بالنهاية الموضوع جدلي جدا وكل يعني كل واحدة بالنهاية حرة كيف بدها تاخد اتجاه حياتها لوين ولكن إحنا يعني نحاول قدر الإمكان أنه نفرجيكم كيف السعادة ممكن تكون صح الصح صح الآن صح سيح ماروتنا آآآآآ